أوقات بناكل وما منحسش بالبركة لقبل الأكل ولا ساعة الأكل يعني هو في أسباب ممكن إحنا لو عملناها تتحقق البركة أيوة دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وإحنا عادين بناكل أو حطنا الأكل في أداب نعملها ونمشي عليها وسنن نقتدي فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم هتتحقق البركة أول حاجة قبل ما تأكل اخسل إيدك احلق الدب البركة إنك حريص على النظافة إنك هتعمل سنة النبي إنك هتهتم بنفسك قال صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده والوضوء هنا معناه غسل اليدين مش معناه إنك تروح تتوضى وضوء حقيقي أو وضوء شرعي لا الوضوء للصلاة لقراءة القرآن لعبادة الأكل مش عبادة فأنت تغسل يديك قبل الأكل وبعده تتحقق البركة ده واحد اتنين يا ريت لكل أهل بيت مفيش حد كل واحد يأكل لواحده مفيش كل واحد يأكل لواحده هذا يذهب بالبركة يعني إيه ولد جه من برة أو بنتي جات من المدرسة أو جات من جمعة ده قعد أكل لوحده يا ماما أصلنا جعان يا ماما مش هستنى حد هذا يذهب بالبركة صدقني لا اعملوا قوانين في البيت معاد أكلنا الساعة كذا لما بابا يرجع هنأكل الساعة خمسة طيب واحد رجع الساعة ثلاثة الساعة أربعة كل أي حاجة كده تصبيره صبر نفسك بأي حاجة لكن أكلنا نحط أكلنا على التربيزة أو على الطبلية أو على الصفرة في الوقت الفلاني لما كلنا نبقى موجودين ده سبب من أسباب البركة لما كل واحد يأكل لواحده مفيش بركة ولذلك الصحابة جاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع طالما ما من نشبعش يبقى ما من نحسش بالبركة إنا نأكل ولا نشبع النبي عليه الصلاة والسلام شخص لهم الموضوع بيّل لهم العلة قال لهم لعلكم تفترقون ما أنا قلت لك من شوية كل واحد يا كل واحد الأب الوحده الود الوحده البنت الوحدها الأم مع عيل ولا تكله وحدها فهذا يذهب البركة فالنبي قال لهم لعلكم تفترقون قالوا نعم ماذا قال لهم رسول الله طالما ما بيفترقوا لازم يعزين علاج إيه علاج الافتراق ده إيه علاج عدم الشبع إيه علاج عدم وجود البركة في الطعام قال لهم اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله علي يبارك لكم فيه يبقى إحنا نجتمع على طعامنا نغسل أولا إيدينا قبل الأكل ونعلم أولادنا ده الصغار قبل الكبار ما تقعدش على الأكل غلا ما تغسل إيدك بالذاته أنت راجع من بره بالذاته أنت بتلعب بالذاته إيدك كنت مشغولة بحاجة قبل الأكل اغسل إيدك مش مشغولة بحاجة يغسل إيديه يعلموا يربيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الطعام وبعدها ثم الاجتماع على الطعام ثم ذكر الله أو التسمية ذكر الله اللي هو أنك تسمي بسم الله يا غلام سمي الله حتى النبي علمنا أننا لو نسينا في أول الأكل نحن نذكر الله أو نسمي الله أن نسمي الله في أثناء الطعام ومن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى غسل اليدين قبل الأكل وبعده اجتماع التسمية موقف حصل رواه أحمد في المسند عن أبي أيوب الأنصاري بيقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إلينا طعاما يقول أبو أيوب لم أرى طعاما كان أكثر بركة من هذا الطعام في أوله وأقل بركة في آخره أنا كنت حس في أول ما أعدنا ناكل كان في بركة في الآخر حسدني البركة قلت أبو أيوب اللي بيقول بيحكي موقف حصل قدامه لا فاتنظره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال أننا حين جلسنا على الطعام ذكرنا الله فلما قعد بعد لم يسمي جي حد في الآخر كده بعد إحنا ما أخلصنا وحد في الآخر أكل لم يسمي فأكل الشيطان معه عشان كده إيه ما بقاش فيه بركة إيه بنخل بل موضوع التسمية مهم أوي موضوع الاجتماع على الطعام مهم أوي موضوع غسل اليدين قبل الطعام مهم أوي موضوع النظافة والاهتمام مهم أوي إيه كمان افترض أن وضع الطعام أمامي طبق الإناء الفتة حاجة هنأكل منها لا آتي بملعقتي من وسط الطعام وآكل هذا مخالف للسنة ويضيع البركة ليه لأن خلي البركة البركة في وسط الطعام فبتتوزع على باقي الإناء أو باقي القصعة أو باقي الصحفة أو باقي الإناء الحاجة اللي احنا بنكل فيها أنا أجبت لك الأسماء اللي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الطبق أو الصنية اللي بنكل منها ما تجيش تأكل من نصها النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا البركة تنزل وسط الطعام فاكلوا من حافته ولا تأكلوا من وسطه بتأكلتكم منين من اللي قدامك على طول قال له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ما تجيش في النص كده وتجي انت وأخذ البركة تقول انت كده أناني انت كده حرمت غيرك البركة وبعدين في قاعد اتنين ثلاثة أربعة بيأكلوا من نفس الحاجة لو انت دخلت على الوسط وسط الطبق خلص ضيعت عليه من بركة وتحسن الطعام أو الأكل مش هيكفل كل لن يتحقق فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين طعام الاثنين يكفي الاربعة طعام الاربعة يكفي الثمانية ما دي بركة لو احنا عملنا الأداب والتزمنا بالسنن بالسنن اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها فنخلي بالنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في طعامنا وفي المائدة بتاعتنا وفي الأكل اللي بتحط على السفرة ولا الطاولة ولا الترابيزة ولا الطفلية والأي حاجة أحنا بنكل عليها بأي حتة البركة 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 نريدها في طعامنا تزم بالحاجات اللي احنا قلناها دي وعلم ورب أولادك عليها وحاجة كمان مهمة أوي يريد تدعو لمن قدم لك طعاما ادعي له كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعي اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم وهسألك سؤال انت كم مرة لما زوجتك عملت لك أكل دعيت لها قلت لها كلمة حلوة قلت لها جزاك الله خيرا قلت لها كطر ألف خيرك ربنا يبرك لك أي دعوة كم مرة هي أولى بالدعاء لأنها تعبت ووقفت وضحت بوقتها وبوقفتها وبعملها من أجل أن تصنع لك طعاما في ساعة أو في ساعتين أو أكثر أو أقل ادعو له اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم ده لو أنت في البيت ادعي زوجتك ادعي والدتك ادعي الأختك ادعي عملك طعام ولو حد عزمك أو ضيفك ادعي لوا ممكن برضو أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم اللهم آمن شوفكم على خير اشتركوا في القناة